إيه اللي الموسماني هيلاقيه في النادي الأهلي وما كانش موجود في سانداونز؟ لعيبة الأجريسيف، لعيبة الرخمة، اللي عارف إنت اللعيبة العربة الرخمة، ده اللي إحنا اللي ناقصنا ومش موجود في سانداونز، لعيبة الرخمة، كله أنا عارف إحنا كنا دلوقت إحنا كنا حنغير ونجيب اللعيبة الرخمة بس هو بيش يبقى خلاص ان احنا ده اللي ناقص انت عندك اللعيب التقيل اللعيب العربي اللي هو بيلعب تحت اجواء تحت ضغط اللعيب الجنوب افريقيا مهاري بس بنقول سأنا بنلعب كسبت خسرت باباي انما اللعيب العربي لأ اللعيب العربي يقعد يفكر انا عايز انا عندي طموح انا عايز دايما نوصل هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي كانت حاجات اللي هتعمل في سانداونز بس يلا بقى اكيد لك مواقف وكواليس معينة مع موسماني اكيد كتير يعني اتكلمنا على بعض المواقف اللي انت تفكرها بيعني كان لك مع موسماني من خلال لقاء من خلال بطولة من خلال تحضير المباراة تحضيرات مباراة خالينا في المباراة الاخيرة سبب الضحكة فطبعا لا بعد مباراة السنة اللي فاتت كنا راجعين من كنا راجعين كل بلعب الوداد وراجعين في الباص من كازابلانكا فقاعد انا وهو ومدارب حراس المورمون فقال لي قابل القرعة قال لي على فكرة حنا حنقابل النادل اهل قطل له اوكي ماشي هتقابل النادل اهل انت عارف انت هتلاعب مين يعني قال لي اه انا عارف انا هخليك تعايد بعض المباراة مباراة السنة الليل فاتت له محد ما تخلقش الاي سلاخيني نعاية اه ده تحد دا حد بقى اه انا بقى قاعد في الباص بقى اه يعني اه انا مش هتروح اهلسة القرعة ما كاتش اوه اوه هنلاعي بالاهل فجأت القرعة لعدة النادل اهلي وخرجنا الناد الاهل السنة اللي فاتن لما جاءت القرعة السنة دي قبل القرعة برضه كنا في الوداد تاني احنا احنا عقدة بسانة الوداد قال لي على فكرة احناقض مع الاهلي تاني وحنكسب النادل اهل. قلت له لا. قبل القرعة. قلت له مش هتكسب النادل اهل. قال لي ليه مش هنكسب النادل اهل. قلت له النادل اهل ما بيخسرش مرتين. ايوه. مش هيخرج مرتين. يا رب من قبل النادل اهل. احنا عندنا الرجاء. وعندنا الزمالك. وعندنا النادل اهل. يا رب من قبل النادل اهل. قال له لا. انا عايزين النادل اهل. لما قلت له مبلاش الألم بكساجه مردين أنا قلت له مرة ومش حنقول له تاني يسبته بس أنا جواية مليون في المية إحنا خرجي إنت عارف أنا أنا الوحيد أنا حاسس ما ينفعشي السنة اللي فاتت والسنة دي إنت أخذ مني سنة وخاصة كانت الهزيمة تقيلة كمان كانت تقيلة جدا واجعتنا بمعنى أصدق يعني واجعت جمهيري النادي الألوي وواجعت اللعيب واجعتني شوية وفرحتني شوية يعني فرحتك ليه فرحتك ليه لأن أنا عشان في سنداون بقدر بيشتغل في سنداون